قبل ما نتكلم عن المباراة والمنتدى نتكلم عن خبر مهم في وفد طبعا من النادي الأهلي زار بعتة التراجي زارها ليه؟ هي زيارة طبعا بسبب بعض المضايقات اللي حصلت ليه أوتوبيس الفريق طبعا وفد النادي الأهلي اعتذر بناء على تكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الوفد راح النهاردة بقيادة المهندس خالد مرتاجي أمين الصندوق وستاذ محمد دماطي عضو مجلس إدارة واللي ترقص بعضة فريق الكرة في تونس مقر إقامة النادي الأهلي هناك وطبعا احنا كلنا اتكلمنا عن الحفاوة البالغة اللي شفيتها بعضة النادي الأهلي هناك من أشقائهم الترجي التونسي طبعا المهندس خالد مرتاجي وستاذ محمد دماطي راحوا النهاردة للبعثة في مقر إقامتهم وقدموا اعتذار علشان اللي تعرض ليه أوتوبيس فريق الترجي من مضايقات من بعض الأفراد غير المنتمين للنادي الأهلي هتقولي انت بتتكلم كده عشان انت منتم النادي الأهلي لا هو النادي الأهلي النتيجة الحمد لله رب العالمين كانت في المباراة الأولى في صالحه بصورة كبيرة جدا وزاي ما عنا عارفين سلاسية ولا أروى ايه دخل جماهير النادي الأهلي انها تعمل حاجة تدايق بعثة نادي الترجي أو الأوتوبيس اللي بيقل الفريق يعني جماهير النادي الأهلي يعني اكبر من الحاجات دي بكتير اكبر من التفايات دي بكتير هو فريق الترجي هو رايح مبارح في التدريب في استاذ القاهرة للأسف حصلت بعض المضايقات بالأوتوبيس اللي كان بيقل فريق الترجي طبعا وفد النادي الأهلي اكد لمسؤولين الترجي ان العلاقات بيننا وبين بعض علاقات وطيدة جدا 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 وعلاقات كبيرة جدا اللي بتربط الناديين مش من النهاردة من سنوات عديدة وان اللي حدث من قلة قلة لا تنتمي للنادي الأهلي تصرف غير تصرف مرفوض من الجميع تصرف غير مبرر ما ننظرش نروعي أي حاجة ولكن واجب علينا الاعتذار لأن هم ضيوف عندنا هم أحسنوا استضافتنا هناك كالعادة وإحنا كمان بنحسن استضافة الضيوف كلها كالعادة